مرحبا مساء الخير لكم جميعا بخبرنا الأول بفيديو اليوم وصل المستشار الاتحادي أولاف شولتس لمدينة زولينجن ووضع وردة بيضاء على مكان الهجوم الذي أدى لمقتل سلاسة أشخاص وإصابة سمانية أشخاص فحكى بأنه كل شي صار هو إرهاب وإرهاب ضدنا كلنا ويستهدف الألمان جميعا ويستهدف الطريقة التي نعيش بها في ألمانيا وكان غاضب جدا من الإسلاميين فعبر عن غضبه بأكتر من مرة وحكى بأن الإسلاميين هنن يليعب يهددوا التعايش السلمي بألمانيا بين المسلمين والمسيحيين واليهود وعطى المستشار ثلاثة وعود وعد رقم واحد محاسبة المجرم وعقابه وعد رقم اثنين التسريع بالترحيل وعد رقم ثلاثة تجديد قانون الأسلحة بألمانيا قانون حيازة السلاح وخاصة السكاكين مع العلم بأن وزارة الداخلية الاتحادية عبتشتغل على هذا الموضوع صلى فترة طويلة ولكن زعيم المعارضة فخيد غيشماتس عبيعتبر أن المشكلة بالأشخاص يلي عبيحملوا السكاكين وليست بالسكاكين نفسه فعبيقول بأن غالبية اللاجئين بيحملوا سكاكين ولما بيرتكبوا جرائم فعالأغلب بيكون الدافع الديني وألقى باللوم على الحكومة الاتحادية حكومة إشارة المرور وطالبا بالإيقاف الفوري لاستقبال اللاجئين السوريين والأفغان في ألمانيا ولكن اليوم بلشت راجع شوي يعني بلشت حدة الكلام ولهجة الكلام تتغير فعبيقول بأن الحكومة الاتحادية ما كان فينا تمنع هذا العمل لأن هذا الشخص ما كان معروف لدى السلطات الألمانية يعني ما هو معروف بجرائم سابقة وحتى كمان ما هو مصنف كشخص خطير بألمانيا فبالتالي لم يكن باستطاعة الحكومة منع هذا الهجوم وفي تطمين لجميع السوريين فالحكومة الألمانية رفضت التعميم على جميع السوريين ورفضت مطلب زعيم المعارضة يعني رفضت إيقاف استقبال اللاجئين السوريين والأفغان فالحكومة الألمانية عبتول بأن هذا المطلب غير دستوري وغير قانوني ويتعارض مع لوائح الاتحاد الأوروبي فبالتالي حق اللجوء بألمانيا سيبقى مصان لجميع الجنسيات ومن ضمنها الجنسية السورية ولكن المعارضة في عندها خمسة مطالب رح يناقشوهم بجلسة خاصة في الفترة القادمة بالبرلمان الألماني مطلب رقم واحد هو التنفيذ الفوري لعمليات الترحيل لسوريا وأفغانستان سحب الجنسية الألمانية جواز السفر الألماني من مؤيدي الإرهاب من الإرهابيين بألمانيا بشرط يكون عندهم جنسية مزدوجة يعني ما بدوا يسحبوا الجنسية من شخص بيحمل الجنسية الألمانية فقط والمطلب الثالث سحب الإقامة من اللاجئين اللي عبي قضوا إجازة في البلد الأم مطلب أربعة احتجاز الأشخاص المراد ترحيلهم الملزمين بمغادرة البلاد لحتى يتم ترحيلهم يعني بيظلوا محبوسين لحتى يقدروا يرحلوهم والمطلب الخامس والأخير هو إيقاف التجنيس السريع بعد ثلاث سنوات من الإقامة بألمانيا يعني بدون يلغوا التجنيس السريع اللي بيصير بألمانيا بعد ثلاث سنوات في حالات الاندماج الخاصة وهناك مطلب آخر من زعيمة حزب البديل أليس فايدل فطالبت بيقاف الهجرة والتجنيس بألمانيا لمدة خمس سنوات ولكن هذا الشيء ما رح يصير طبعا ولكن شوفوا البديل كيف بيفكر شوفوا المخططات اللي عنده ننتهي لخبرنا الأخير بفيديو اليوم تبين بينه أحد المصابين في هجوم زولينغن هو لاجئ من إيران فهذا الشخص صار له بألمانيا حوالي سنة تقريبا وعبيعمل أوس بيلدونج مشات غونيكا فشاف أنه في حفلة يعني والعالم عبتحتفل مبسوطة عبترص فراح هو كمان ليحتفل مع الناس فتعرض لضربة بالسكين في منطقة الرقبة وتم يعني وضع حوالي 21 قطبة يعني أطابولوا إياها 21 قطبة وهي رح تترك طبعا ندبة على رابطه طول حياته فسألوه بينه أنت ليش ما عملت ردة فعل يعني أنت والحاضرين لما صار هذا الشيء ليش ما هربتوا ليش ما عملتوا ردة فعل فقال لهم بأن كل شيء صار بسرعة البرق يعني حصل بسرعة شديدة جدا وما لحقنا نظهر ردة فعل أنه كل شيء حصل بسرعة بحوالي 15 ثانية كان معكني الهامبوزان تبقوا بخير وصحة وسلامة تحياتي لكم جميعا وشكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء